صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والدلة الجنائية بأنه تم القبض على اثنين من الإرهابيين المتهمين في التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة البديع مساء يوم السبت الماضي الثالث من أغسطس الجاري نعم وأوضح مدير عام الإدارة بأنه فور تلقي بلاغ بانفجار سيارة من قرب من حديقة في منطقة البديع وقت الإفطار وبعد معاينة الموقع وإجراء عمليات البحث والتحري تمكنت شرطة إدارة المباحث الجنائية من تحديد هوية المتهمين حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة مؤكدا بأن التحريات جارية لكشف هوية بقية المتورطين لتقديمهم للعدالة